السلام عليكم، أتبارك الله عليكم كانتمنى أن الفيديو الذي يجبركم في أحسن الأحوان إن شاء الله رحمه ورحمه ورحمه البرح. مباشرة بعد ما عملت واحد الفيديو في الليل جاء واحد التعليق الذي يقول سلام أخي البقالي لدي سؤال قبل الساعة من الآن في مطار مالغا الإسبانية لم يسمحوا لسيدة مسافرة إلى مراكش بإركاب عربة الأطفال طلبوا منها الأداء عليها في حين كان إركاب العربة المجاني المرجو جواب أخي الله يوفقك أسألك لأنني أنا أيضا بعد غد سأسافر إلى المغرب ولدي عربة أطفال مع نفس الشركة ريانير آآ مزيلا ريانير الحد الساعة هذا موضوع بزاب بالناس فلو كي يدروا عليه مؤخرا وبعد ما استشارس مع الأصدقاء اللي خدامي الآن مع ريانير واللي خدموا مع ريانير بحال بشرى مثلا ما زال خدامه مع ريانير عند التيك توك معروفا قدس ضرف هذه المسائل في السفر كذلك مونيا شكرا أنا أختي مونيا وكذلك أدريان موتيسما غراثياشا أدريان بورتو الشيكس بيكاتيوني أدريان كان خفيدي الله يشكالا فاستنتجنا واحد الحاجة بأن هذا الشيء هذا بعدها ما كاينش بصيفة نهائية رياني المزل كتسمح لك بحال جميع الشركات تصفر بالكارو ديال بيبي بلا ما تخلص عليه ولكن كان الحالات اللي هدروا لي عليهم الدرالي كي وقعوا إما ما يقول لك شي القصة كاملة أو لا كي وقع ذلك بحاكي تخاربك لا يعرف شي علاش لا رح قالوا لي لا أول حاجة رأينا كتسمح لك تضدي الكارو ديال بيبي أو لا لا يكون فيها جوة ديال بياسات يعني من اللي تفتحها ولا تشده يكون فيها جوة ديال بياسات يكون هناك تشده يمكنك سيكون هناك تشدهي بالائدة كارو ديال بيبي كيديو ذاك محورة تحتية CE في فوقوا ذاك محورة ذاك النص ثاني ت SJ يتجعل الشركة مع الروايد يجعل الشماء المكسي رد سوي جميل سيارة جميل بياسات تطلب منك انك تخلص الفيصات السلسلة انها هي كاتبة في القانون انك تسمح البياسات حاجة اخرى هو الناس كي يدو الكرو ديال البيبي وعوض ما يدو ساك صغر ديال خمسة ديال الكيلو مثلا مع راينير فكي يدو كرو ديال البيبي والتحت كي ينجوش ديال السيكان تاو ما يحسب من ديال البيبي في اليد ديال الكروسة في الجهة كي ينسك اخر وفي اليد الكاروسة من الجهة ديال الشمال كي ناساك اخر من اللي كتوصل الباب الاركاب سيدة ولا السيل ولا عائلة فمليكوصلهم بباب الاركاب وكياخدوا منهم الكاروس اللي كالكاريتو كي يجدق كيبانو اربع ديال بولتوس اربع ديال السيكان صغار اللي طبي حلق سكتخلص عليهم بحب ان هذا والطانو اللي على ريانير يعني انت مسافر غير محفظة في دهرك وماليطاف في الدك وعندك الكاروس ديال بيبي مليكتعطيهم الكاروس ديال بيبي كيخلقولك اربع ولا خمسة ديال البولتوس او لعير ثلاثة فاقد اصدق عندك يعني عندك الباجاج الزايد فاقد يقولك ران خصي تخلص عليهم فالهيدا الواحد خصو يعرف شنو المساج اللي كييوصل احتيد اوقع له هات الشي هذا وفي نفس الوقت يعرف ما لهو ما عليه وعليه وعلى هيدا قدي ندخل معاكم الموقع ديال الريانير وقدي نشوفوا كيفاش تسافر مع الاطفال مع ريانير بكل اريحية وكما اقول دائما قصي تكون اكتراف ما لك وما عليك فعلى بركة الله ندخلوا نشوفوا الشورط ديال الريانير للناس اللي غادي تسافر مع الاطفال فيما يخص للسنوات ولا كي يشخصك التعامل ولا حتى القضية ديال العربات ديال الاطفال ندخلوا اذا على بركة الله هذا الموقع ديال الريانير اللي كيهدر على السفر مع الاطفال هنا معلومات كتيرة انا غادي اركز على المعلومات على حساب الموضوع ديال الفيديو ديال اليوم هنا يقول لك ما هي سياسة الجلوس ديال العائلة يعني معا في الطائرة في الحجوزات العائلية يحصل الاطفال الذين تتراوح عمارهم ما بين 12 و 11 سنة على مقعد او لمقعد محجوزة مجزانا حتى يتمكنوا من الجلوس بجوار احد الوليدان يعني العائل اللي عندهم ما بين عامين و 11 عام فالمقعد ديالهم كيكون محجوز مجانا في مجلس الوليدين ديالهم كي يقلسوا قدامهم ولكن هذا القضية ديال في مجلس الوليدين كي يقلسوا قدامهم راهية فيها انا علاش لانه كل مقاعد مخصصة للعائلات والاطفال ميمكنش مثلا اب ولا ام وعائلة عندهم اطفال يقلسوا في مخارج الطوارئ مثلا ديال الطيار على العمم اللي كان فهموا هنا هو ما بين عامين و 11 عام فالمقعد ديال الاطفال كيكون يعني مع الوليدين يمكن هو اختيار ما يصل الى اربعة مقاعد اطفال بجانبه مجانا يعني اربعة ديال لك تزن عائلة فيها استدية العيال فاربعة ديالولادك كي يقلسوا قدامك اذا اختار شخص مبالغ مقعد محجوزا خارج الصفوف المحددة على حسب الطائرة يعني الى بغيتي تختار مقاعد اخرى ماشي هذك المقاعد المحددة للعائلات فاتما ركسك تخلص انت ويخلصوا حتى العيال اللي معك اتفقنا لانا كي مقاعد خاصة بالاطفال فقط على متن ريانير وعلى متن جميع الشركات اللي يعني كتكون مخصائي العيال فقط ما يقدرش يقلسوا فيها اما ناس اخرين لا ناس اخرين يقدروا يقلسوا فيها ولكن الناس اللي عندهم العيال ما يقدرش يقلسوا خارج هذك المقاعد هذك لأسباب تخص السلامة سؤال اخر هنا وكتجواب عليه ريانير هل يجيب علي الوصول مبكرا الى المطار اذا سافرت بمعدة الاطفال ننصحك بالوصول الى مكتب تسجيل هذي هذي حاجة باينة او تسليم الامتعاء في المطار قبل ساعتين من وعيد المغادرة المقرر في المطار يمكنك تسجيل قطعاتين من معدات الاطفال لكل طفل اه احنا يا اذا بنسبة للكارو ديال البيبي هو لابوسيت بالفرنسية فعندك الحق تسجيل واحد العربة ديال الاطفال اللي عنده جوج ديال القطعات يعني جوج ديال الاجزاء عربة اطفال واحدة زائد مقعد امان للاطفال او لا مقعد معزز او سرير سافر يعني جوج ديال بياسات الى كارو في جوج ديال بياسات جوج الى كان واحد عادي عندك الحق تسدي معه مثلا مكتب مجانا يمكن ايضا تسجيل مزيد من عناصر معدات الاطفال عن طريق دفع الرسوم هذي هنا في انك تخلص هنا في انك يحصلو ميك يتبرو عندك ترمجوش حاجات يقول لك دبارك تسجل تخلص ههما هنا شارح لك هذي القضية هذي هنا ما هي معدات الاطفال التي يمكنني احضارها على متن الطائرة هل لها اي تكلوفة هنا غاد يقول لك بالضبط شنو خصيك سدي الام على العيال وشنو مخصيك سدي يمكنك اخذ قطعتين من معدات الاطفال كالامزعة محمولة مجانا يعني عندك زائد الكارو سدي جوج ديال بياسات بالنسبة العيل الصغر جوج ديال السكنة يعني خاصة فيهم مسائل ديال العيل الصغر قد تشمل هذه العناصر عربة اطفال او مقعد امال الاطفال او مقعد معزز او سرير سفر ويجب وضع علامة على هذه العناصر عندما كتبت سجيل او بوابة الصعود الى الطائرة يمكن استخدام عربات الاطفال الخاصة بك حتى تسل بوابة الطيارة اعتمادا على مطار وصولك يمكنك استلامها عند اسفل السلاليم يعني ما كتبت سرق يأتيوها لك حتى تسلهم ديال الطيارة او لا بعض الاحيان كيتل ومنك تدخل ويحطوها في السنتة للداخل هناك يقول تاسأل الموظفين ديال الخدمات الارضية عند النزول بطبيعة الحال لان كل مطار هو اللي كيكون الناس اللي خد دائمين في المطار هما اللي كيكونوا عارفين البروسيلير والقواعد ديال التعامل معكش اذا كنت يتحمل مقعد امن لاطفال الطفل يقل عمرها عامين وتريدو ان يسافر بها اثناء الرحلة لا هذه بالنسبة للناس اللي كيديوا ذاك الكرسي اللي كيقلس عليها البيبي في السيارة وعندو قلب من عامين فكيقول لك لو ستتسافر بهذاك فسيتعين عليك حجز مقعد اضافي لذلك اه بطبيعة الحال خصك شريد المقعد للطفل كأنه انسان بالغ لاش لانهم يكون عندو قلب من عامين فكتربط البيبي في حجرك ولكن اللي كيكون عندو كتار من عامين كيشريد المقعد دياله اذا بنت تخيل معي بان البيبي عندو قلب من عامين وباغي يقلس انت باغي تعملو دك المقعد دياله فهذا معناه بانك انت غادي تستعمل واحد الكرسي اخر فبالتالي يعني يخصك تحجز ولا تشريدك المقعد الاضافي مقعد امن اداء والاطفال حتى انا مدن طالد تمت الموافق على استخدامه من طرف الطائرات هنا كيقول لك هذي يعني حالة نادرة ولكن بامكانك تجيبه وتشريب مقعد اه وتحطه تحط البيبي يعني ما شيف حجرك وهنا ما تحطه في المقعد هنا كيقول لك بان هذك كيعطيوك القياسات ديال هذك المقعد ديال الطفل كيقول لك سو ما يفتش تلاتة واربعين سنتيمتر بالنسبة لاوروبا وما يفتش سبعتاش بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية هذي الاحساب القوانين ديال الطيران كيف الرقم بين قوانين وليات المتحدة وقوانين الاوروبية اذا سفرت مع اطفل ما هو اذا سفرت مع اطفل ما هو وزن الامتعاء المسموح به اهنا يضرع الامتعاء يمكنك احدر قطعتين من معدات الاطفال المجانية اللي كون التافل لا يحقوا الاطفال الردع ما بين ثمانية وثلاثة عشرين حمد امتعاء محمولة ومع ذلك فانينا نسمح بي حمل حقيبة اطفال يصل وزنها الى اثنين اه يعني القطعتين اللي يضرع عليهم مقبل كانوا ديال كار ولكن بالنسبة البيبي اللي ما بي عنده ما بين ثمانية وثلاثة وعشرين شهر فعنده الحق في واحد حقيبة صغيرة للحجم دياله ما كيفتش خمسة ديال الكيلو وكل ابعد دياله خمسة واربعين خمسة وثلاثين في عشرين اه اه سنتيم هذي كيدروا على الاطفال اللي كي يسفروا في الحضن ديال شخص بالغ يعني ما بين اه تمانية احتى العامين هالي يمكن للاطفال اه السفر بحقيبة ترونكي اعطوا شنو يا حقيبة ترونكي ها هي اذيك ديك المويل التاستيت واللي كي يجروا عيال صغر بالاضافة الى حقيبة ترونكي يتم ايضا قبول علامات تجارية الاخرى دات القياسة الممثلة علامات من الطائرة فهناك يقول لك وشن كلين سفر ديك الحقيبة ديال العيال الصغر يقول لك نعم يمكن للاطفال ما بين عامين حسن 11 سنة رد البل ماشي لي عنده قل من عامين من عامين حسن 11 سنة حمل حقيبة ترونكي حتى لو تجاوز لحد الاقصى للابعاد الحقيبة الصغيرة اللي هي اربعين عشرين خمسة وعشرين سنتين بالاضافة الى حقائب ترونكي يتم ايضا قبول علامات تجارية الاخرى دات القياسات الممثلة يعني اه كي خليوا العيال يسافروا بهاد الحقيبة اللي كتشوفوها اللي كتسمى حقيبة ترونكي بالنسبة للعيال اللي عنده ما بين 12 و 11 سنة يعني انت الى شريط المحفاظة فقط عندك حق في المحفاظة فالعيال الصغيرة عنده الحق في ذاك الموليطة هذيك وخا يعني ما يكونش عندك الطريفة ديال الماليطة العيال الصغيرة يخليوا يدي ذاك الماليطة مهم الاخوان احتاج اننا نكون صارت الاخر ديال الفيديو ديالي شكرا بزاف كما دائما على حسن المتابعة اللي ما زال عنده شي سؤال انتوما سولوا ونجاوب شكرا بزاف و الى فيديو قادم ان شاء الله